انا كنت دسا حالا دولت هو يعني انا انت نفسي اكمل جمل بابا بابا لا ما بص هو انت بتدخل هو ازاي بيدخل في نفسي الثانية اللي بمسك فيها الموبايل مستحيل تكون صدفة انا لازم اكتشف السر لو عملنا دراسة احليلية فيزيائية عن سر العلاقة المجهولة اللي بتربط بين الاب والموبايل هنلاحظ ان الموبايل بيفرز موجات كهراء وابوية غير مرئية وبعد ما رجعت ابحاثة العلماء اكتشفنا ان الموجات دي اتتميز بقوة جزب الاب اتجاه الايفون بسرعة 35 كيلو متر اي ما يعادل 3 اضعاف سرعة رياح الفاسية الصامتة وتبقى لقانون العالم علي اشتان ان لحظة دخول الاب توسيب كتلة الكتاب مضروبة في مربع نسبة العلقية تقسيم نوع الموبايل اوز اتنين هنلاحظ ان الناتج برضو هيتطلع 35 يعني العلاقة اللي بتربط بين الاب والموبايل علاقة طردية وبكده نقدر نسيطر على الاب عن طريق الموبايل يعني لو مسكنا الموبايل هيدخل الاب بتبقائي لكن لو رمينا الموبايل في الاوه هيتم اختراق السرفارات الحسية عند الاب ويجيلو اللاج ولو دخلنا على 17 قبل كيلشا في نفس الثانية هيحصل تشتت للزبزبات الابوية ويهنج ولو حبينا نرجع الاب بمكانه هنبعد الموبايل بسرعة 35 هلقى ان الاب رجع مكانه بدون ما ييجي وبكده تكون الدراسة نجحت وعنفنا ثغرة الاب ونقدر نمسك الموبايل براحتنا في اي وقت في اي مكان بدون محد